السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أصدقائي وأحباء الصغار اشتقت إليكم كثيرا إني أحبكم في الله جميعا اليوم إن شاء الله أحدثكم عن صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم عن صحابي ذاق كل أنواع العذاب من كفار قريش لما علموا بإسلامه نتكلم عن صحابي تشتاق الجنة إلي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا عليه في الجنة وهو مولى سيدنا أبو بكر الصديق وهو من رفع الأذان بصوته فوق الكعبة وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يا هل ترى عرفت من هو الصحابي دا يا أصدقائي؟ إنه سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه بلال بن رباح يا أصدقائي كما تعلمون أنه كان عبدا لأناس من بني جمحة بمكة وكان يسمعهم فيما بينهم يتحدثون ويتكلمون عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعن رجاحة عقله وأخلاقه وأمانته ورغم كل هذا قالوا لن نؤمن بما هو عليه فسمعهم سيدنا بلال رضي الله عنه وهم يتحدثون وعلم أن النبي على حق وأنهم على باطل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأعلن إسلامه فما هي إلا ساعات معدودة وانتشر خبر إسلامه وعلم قبلت بن جمح أنه أسلم فأخذه أمية بن خلف وأخذ يعذبه عذابا شديدا إزاي أصدقائي كان أمية بن خلف بيعذب سيدنا بلال عزبا شديدا بيعذبه إزاي حتى إذا حميت الظهيرة جرده من ملابسه جرده من ملابسه وطرحه في بطحاء مكة على ظهر ثم أمر بوضع صخرة عظيمة على صدره وقال أمية بن خلف لبلال بن رباح قال له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بدين محمد وتعبد اللات والعزاء وبلال يقول لا إله إلا الله أحد 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 فهانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه وأعطوه للولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد 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 ومر عليه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورأى سيدنا بلال وهو يعذب فاشتراه 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 وأعتقه وصار حراً وجلاه قال عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا وأعتق بلالاً سيدنا وفي يوم بدر لما رأى سيدنا بلال أمية من خلف وكان أمية أسيراً عند عبد الرحمن من عوف لما رأاه سيدنا بلال نادى بأعلى صوته يا أمصار الله هذا غأس الكفر أمية من خلف والله لا نجوت إن نجا حتى أطاح به الأمصار وقتلوا وفي يوم فتح مكة يعلو صوت الحق ويقف أشراف قريش كلهم والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مفاتيح الكعبة ويأمر بلال أن يصعد فوق الكعبة ويؤذن وكان بلال وكان بلال وكان بلال سيدنا بلال يا أصدقاء مؤذن النبي حتى يوم وفاته وفي يوم وفاة النبي أمره سيدنا أبو بكر أن يؤذن فأذن حتى وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله فبكى وأبكى كل من حوله ولم يستطع أن يكمل الأذان فخنقته العبرات واحتبس صوته وبعد وفاة النبي كلما هم أن يؤذن كان يصل له كان يصل إلى أشهد أن محمد رسول الله فكان يحدث له ذلك فاستأذن سيدنا أبو بكر في أن يعفيه من الأذان وأن يخرج إلى الشام للجهاد في سبيل الله فتردد سيدنا أبو بكر فقال له سيدنا بلال إن كنت أعتقتني لنفسك فامنعني افعل ما تشاء ولكن إن كنت أعتقتني لله فدعني وعمل الله وقدم سيدنا بلال المدينة في ذات مرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان الناس قد اشتاقوا إلى أذان بلال فقالوا لسيدنا عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين أمرت بلال أن يؤذن لنا فأذن لهم سيدنا بلال حتى وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله فبكى وبكى عمر وضجت المدينة كلها بالبكاء ثم رجع إلى الشام وظل بها حتى حضرته الوفاة ولما احتضر بلال دخلت عليه زوجته وهي تقول وَا وَيْلَاه وَا وَيْلَاه فقال لها بل قولي وَا فَرْحَتَاه وَا فَرْحَتَاه وَقَالَ قولته المشهورة غدا نلقى الأحبة محمداً وحزبه غدا نلقى الأحبة محمداً وحزبه ومات من تشتاق الجنة إليه نتعلم أي يا أصدقائي من هذا الموقف ومن هذه القصة نتعلم ألا نخشى في قول الحق لوم تلائم ونتعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات درجات ونتعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم ملأ قلب بلال حتى عند وفاته من هو الصحابي الذي سنتكلم عنه في الحلقة القادمة وما هي المعلومات التي سنذكرها عنه وما هو الموقف الذي سنذكره هذا سؤال أجيب عنه في الحلقة القادمة بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته